ساعات Amazfit ساعات كتير مميزين واللي ما سمعان عنه هيدا الفيديو هنحكي review كامل عن الموضوع هنعطي هيكي شوي overview عن الموضوع specification لهيدي الساعة اللي حتشافوه الاول مرة عندي على التشانل و اول مرة بحكي عنها الساعة صراحة اسمها Amazfit T-rex هيدا الساعة اللي هنحكي عنها بس فيه شغلة بالنسبة لل دست ريتنج طبعا بالوقت تعرفوا الساعة بالوقت يعني منموم اسبوع عشر تيام لحتى اقدر اعطيكم بنا نعمل ووكينج بنا نعمل رانينج بنا نشوف كل هالمعلومات هاي كلها فبدي دراسة للساعة فما فيني بس حبيت اعطيكم هيكي review انجرال عن هاي الساعة وانا حسيتها ساعة رائعة كتير ولا تنسوا انه بعض الساعات من Amazfit هن وانجرال عنه وانجرال عنه وانجرال عنه لانه صاروا شركة واحدة مع بعض فخلينا نشوف الموضوع بهذا الفيديو يعني ثلاث اشياء بهذا الساعة ستشوفهم مميزين كتير انه هي 12 military certification اخذه وعندك شغلة التانية اللي هي 20 يوم battery life وعندك اكيد الاملد display طبعا بقصد بال military service certification يعني شهادة عسكرية بسموها بنقصد بي انه في testing بنعمل هاي الساعة كمال توصل مرحلة هاي الساعة تقدر تتحمل المناطق الصعبة والاسيا كتير اه باي environment موجودة او اي بيئة موجودة حولك سو هني بقولوا انه هاي الساعة سبعين درجة مقوية طبعا هجربكم اياها بال testing بال dust rating وعب يحكوا انه minus 40 بال بالبرودة يعني بمناطق باردة جدا وعم نحكي على humidity كمان اكيد بتتحمى رطوبة كتير قوية واكيد الرزاز الملح اللي هو بيأسر كتير على الساعات مشان الطبقة الخارجية تعول الساعة طبعا بالنسبة لل battery life اكيد عليها ultra long battery life يعني عم نحكي على بطارية بتتحمل لها 20 يوم وعندك 66 يوم اذا انت بتحطى بس basic mode basic mode يعني عم نحكي على انك انت تستعمل استعمال من دو ما توصل على تليفون فبتعد معك 66 يوم بها البطارية واذا بتستعمل GPS طبعا جي بيأس لتلكم انا واللي بيعرفني بالشانل تعييتي بيفهم الموضوع هيدا GPS كتير بيسحب من البطارية يعني هيدا الموضوع بدك تحفظه دائما الجي بيأس بتطبط مع الجي بيأس تشغل 20 ساعة بس طبعا اكيد 50 متر بما انه certified as a military standard في 14 تمارين رياضية موجودة داخلها بتشوفوها عندكم على الشاشة مثل running treadmill trail run walking climbing hiking ski outdoor cycle indoor cycle swimming pool swimming open water توصل عليها ال Notification بس عندها مشكلة حقلكم عليها هلا اللي هي ما بتقرى اللغة العربية هيدا مشكلتها للساعة اذا وصلتك اي WhatsApp Notification ما بتقرها بتقل لك انه وصلت واتس اوب Notification بس ما بيعرض لك شو المحتوى تعولها وما فيك تقرأ اكتر شيء مثل ساعات هواوي عن نفس فكرة هواوي نفس الطريقة بس طبعا فيها شغلة كمان مهمة انه ما فيها سبيكر الساعة هايدي شغلة كمان مهمة لازم تعرفها كمان عليها الجي بيأس والغلوناس مع بعض عليها البلودوث 5.0 والبيل اي هايدي هي شكرا كتير لكل شخص سمعنا لا تنسوني بلايك سبسكرايب اذا عندك اي كومنت ترك ليها تحت يعطيكم عافية وسلامة